يا مساء الورد والفل والياسمين على كل مشاهدين الغاليين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا درتين وراجل قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا حاب أرحب بصدقتي ودرتي شايماء البدري أهلا يا شايماء أهلا يا شايماء عمنا الحمد لله تمام ومساء الفل والسعادة والياسمين على كل مشاهدين في كل مكان وأحب لك وحشتونا جدا جدا من حلقة اللي فاتت الفن لغة الشعوب الفن يتنقل بنا من الماضي للحاضر ورسالة لكل المجتمع في ديافتي النهاردة خيروا من يتحدث عن الفن علم من أعلام الإخراج المصري هنشوف الفيديو ده وهنرجع لكم تاني نرحب بضفنة ترجمة نانسي قنقر ديفي نجمية لقلق في عالم الفن والأخراج ديفي مميز جدا ديفي كيمة وقامة في السينما والتاريخ المصري ديفي من محافظة القاهرة درس المعهد في لونه المسرحية هو كمان من خير من أعماله 17 عمل تاريخي وديني من أهم أعماله مسرحية السعلب للفنان الكبير محمد صبحي وطبعا معروف عن الفنان محمد صبحي أنه مش أي مخرج بيخرج له غردافي الفنان المخرج القدير والستاذ محمد الشاي أهلا بيك يا أستاذ محمد أهلا بيك يا سيدة أخبارك إيك الحمد لله منور دورتين ورات أنت المنورين دورتين يا أستاذ محمد الله يحفظك حضرتك انطلقت الأول في التمثيل كان في فيلم على من تطلق الرصاص على من نطلق الرصاص على من نطلق الرصاص طب حضرتك ليه ما استمرتش في التمثيل مع أنك خريق في نور مصفرحية ما عرفش يعني هو حقيقة يعني أنا بحب التمثيل جدا ومثلت أول ما رأخلت التلفزيون مع الأستاذ أبريم الصحن ومثلت مع نور الدمرداش ومثلت على من نطلق الرصاص ده كانت صدفة أنا رايح يا ما كنت نتعين في التلفزيون يعني سنة أربعة وسبعين بالقطع آه أستاذ محمد الشيل مدير عام الدراما بالبرامج في التلفزيون المصري وعضو مجلس نقابة السنمائيين كمان احنا خدناها بقى استيب استيب بقى يعني خطوة خطوة يعني تعينت الأول مساعد مخرج وبعدين مخرج مساعد وبعدين مخرج منافس وبعدين مخرج وبعدين مدير عام وبعدين رحت للقناة الرابعة اسماعيلية وكده يعني كنت رئيس القناة سنة 2000 يعني فأنا اخترت مجالة الإخراج لإني حسيت أن المخرج هو الليدر وهو المسؤول وهو المدير للفنيين والفنانين وهو اللي بيختار الفنانين اللي يشتغلوا معاه والفنانين اللي بيشتغلوا معاه والعمل اللي هيعمله فحسيت أن المخرج أقوى من الممثل وفي نفس الوقت يعني طبعا أسازتنا في الإخراج اللي احنا تلمزنا على قديهم يعني زي الأستاذ نور الدمرداش والأستاذ محمد فاضل ربنا تدي له الساحة وطلط العمر حضرك تأثرت بيهم في الإخراج ما أنا يعني تعلمت منين وهتعلمت منهم وحضرك بدنا تعلم من حضرتك احنا كمان طب حضرتك يا أستاذ محمد أخرجت مصرحيات كثير مثلا مسرحية السعال بالفنان محمد صبحي ومصرحية الورصة ومصرحية أصل وخمسة لي فضلت الإخراج التلفزيوني عن الإخراج المصرحي ما هقولك يعني هو طبعا الإخراج المصرحي من بعد مسرح التلفزيون اللي عمله السيد بدير انتهى فبقاش فيه مسرح تلفزيون بقى المصرح هيئة المصرح وأنا أساسا موظف في التلفزيون فطبعا طبعا التالي لازم مخرج تلفزيوني مش هسيب أنا التلفزيون وأن نفس هيئة المصرح يعني كان صعب يعني وانا حبيت التلفزيون لأن طبعا التلفزيون بيشوفه كان أيامها 80 مليون 90 مليون النهاردة عدينا 100 مليون فالتلفزيون بيخش كل بيت مضبوط كان فهنا العمل الجيد بيخذب ملايين وبيتفرجوا عليه أما المصرحية أنت مرتبطة بشبك التذاكر ومرتبطة بالناس اللي جاي تعتع تذكرة أو أغدين دعوة يتفرجوا فحبيت طبعا التلفزيون لأن التلفزيون هو يعني أساس الثقافة وأساس الفن في مصر يعني وفيه فرق ما بين الفطرة الستينات السبعينات التمانينات التسعينات أنا كنت لسأل حضرتك السؤال ده إيه الفرق ما بين الدراما زمانه الدراما النهار ما هو أولا حضرتك هو طبعا الفرق في الإبداع مين بيبدع من أول الكاتب لما يمسك الألم ويكتب الفكرة وبعدين يعمل السيناريو والحوار وبعدين يديهم المخرج يضيف عليهم والله أولا مخرج إمكانياته يعني مبتدئ أو إمكانياته ضعيفة بينجح العمل بينجح ليه؟ لأن فيه إبداع من الورق في الفكرة والمضمون اللي بيوصله للمشاهد أو المشاهد بيحس أنه إيه؟ أنه أنا بحترم عقلته فجايب له موضوع من حياته يعني أنا عملت الهامشيين زواج سعيد جدا وصهر سماع ياسين كان كتبها لي شاز محمد جلال عبدالقاوي ربنا تديره الصحة وبنسبة الفنانة الهامشاهين مستمعنا أنه خلاف كده بينك وبين الفنانة الهامشاهين بص هو خلاف سطحي يعني أنا يعني شغلت معايا مرتين كممثلة وأنا مخرج ما زعلتهاش هزعلها النهارده وأنا خططت السبعين سنة اللي الخلاف كان بسيط جدا يعني كان بنكرم عزة العليلي في مرة جان القاهرة السينماء اللي كان في اسكندرية وليو بيشرف الأستاذ أمير أبازة وفكنا قاعدين بنكرم الأستاذ عزة أنا بحب عزة العليلي على مستوى الإنساني إنسان جميل جدا وما دلق دي وأنا لسه بحب يعني ما روحتش تلفزيون وما بقتش مخرج ولا أي حاجة لكن هو إنسان جميل ويستهل للواحد يروح له المكان اللي هو فيه فقام قال نترحم على روح المرحوم نور الشريف الله يرحمه ومحمود عبد العزيز ومدام رجاء الجداوي ومحمود يلسين وقفنا وترحمنا وقرينا الفتح أمل أستاذ سامير الجمل عيت ونهنى عزة قاله إيه يا سامير بتعيت ليه قاله ابني افتكرت ابني مات فأنا قلت له يا تماعة كلنا هموت ليه وليه قلت أستاذة إلهام بقى إطلافتت لي وقالت لي احترم مشاعر الآخرين خرجتني عن شعوري بقى قلت لي انت بتعلمين يا إلهام انت احترم مشاعر للآخرين أنت؟ انت مش عرف انت بتكلمي مين أنا محمد الشال قلت لي عارفة قلت لها دي نصيبة تانية أنك أنت عارفة وتعيب يا ألهاب ربنا عاش فيك بس حصل جملتين كده وزعية بس في حاجات بقى زادت على الفيسبوك والفيسبوك قعد يهلم يزودوا الموضوع وكلمني قناة كلمتني على التليفون قلت لهم مفيش حاجة وأنا فعلا مفيش بينهم هو صوت تفاهم بس يعني حضرتك فنان جميل وهي كمان فنان جميلة كلنا بنحبها وهو كان صوت تفاهم وخلص الحمد وفي فرق سن بينهم بينها يعني وكده يعني المهم يعني وضع خلص ببعن حضرتك ابتديت الأول في التمثيل أنا لو عايز أبتدي في التمثيل إزاي أبقى ممثل كويس وإزاي أتجنب الناس النصابيني اللي في الوسط تمشي في الطريق الطريق هو إيه سنوانية عامة فنون مصرحية تتعين في مصرح يشوفك مخرج زي يختارك تعملي عمل معاه يشوفك مخرج سينما تعملي عمل معاه تبدأ تنطلق بها دي كده طيب ولو عدنا مصرح يوم أخططرت السنوية العامة والجامعة وخلاص وعايزين نمثل نعمل إيه؟ عايزين نمثل تتجيني بقى في أمصاد التمثيل والسينما دي جامعية أنا عدوا مجلس إدارة فيها يعني دي عملها جورج أبيض ومحمد عبد الوهاب والأستاذ عبوارس عصر والأستاذ محمود السباق والأستاذ محمد توفيق سنة 1913 الجامعية دي موجودة في تمانية شارع البورصة والحقيقة يعني أنا يعني عملت فيها بروفات لمحمود المليجي ومصرحيات كده كانت منها صرحية اسمها مين أتى البورعي كان كتبها الأستاذ لينير الرملي حقيقي يعني فالجامعية دي يعني بيتبدأ تعمل نشاطه وسوهير حقيقي بكلفان إن أنا نختار أحلى نماذك نختاركم معنا أنا سوهير مرشدي إنا مستنيين مكلمة منها إن شاء الله طيب إزاي أستاذ محمد إزاي تعامل مع الكاميرا من في الخوف أنا كابرة السينما ولا تلفزيون إساء السينما أو التلفزيون شوفي الخوف يتنزع منك لبتشتغل مصرح لو اشتغلت مصرح واجهت الجمهور هتواجه الكاميرا بالعسك دي الكاميرا أسهلت لإنك لما تغلطي هقولك نكمل ونعمل منتاج ونكمل لكن في المصرح لما تغلطي أعمل معاك إيه؟ الجمهور هيشوفني لأ ما بينفع المصرح 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 أيوة بلك الجمهور ولا يشوف الخطأ على طول المصرح يا أستاذة المصرح قابل فنون كلها اللي تعلم مصرح يقدر يقف قدام أي كاميرا نفس تعلمت مصرح الأول فأقدر أقف قدام أي كاميرا المصرح من أيام الإغريق من اليونان يعني عملوا المصرح اليوناني وبعدين جاء المصرح الروماني وبعدين جاء العصور الحديثة بجاء شيكسيبيرو مولييرو المصرح ليه طعم تاني وشكل تاني لإن الجمهور بيخش بيقيمك في وتاعتها في وقتها وتنجح في وقتها ما هو بيحصل تفاعل ما بين المشاهد وما بين الممثل تفاعل خطير وكنتك تجامد وهنا يعني لو بتعملي كوميدي لو قلت أي كلمة قعد يدحك طالما استخفي دمك هيدحك ويدبسك طالما بتقولي حاجة هدفة زي مصرحيات علي سالم وكده نترسم الشاغبين بقى وكل المصرحات اللي كتبها علي سالم والمصرحيات اللي كتبها يوسف عوف من المؤلفين للكوميديا الجمال أستاذ يوسف عوف جوز المدام خيري أحمد وكده عمل حاجاته وأنا الحقيقة يعني أخرجت مصرحيتين ثلاثة مصرحيات السعلب أهمها يعني ده فنان محمد صبحي ما بيخلش حد يخرج له هقولك لي بقى صبحي ما أنا عايزة حضرتك تحكيلي عن تجربتك مع فنان محمد صبحي الفنان الكبير محمد صبحي يعني ربنا يدي له الصحة كان معيد في المعد وأنا كنت خلصت المعد فالتعلب كانت منطق خاص وهي موجودة على اليوتيوب على فكرة اللي يحب يتفرج عليها يخش يتفرج عليها المنتج جالي وقالي عايزين نعمل مسرحية التعلب تعجبك وكده طب أراها وشوفها قرأتها لقيت الدور دي أنطبق على الأستاذ صبحي فروحت له لبيت وفتحت لي الباب الله يرحمها زوجته وقتل أستاذة نيفين رامز الله يرحمها قلت له أستاذ صبحي موجود قلت له طب عايزة أكلمه قرج من جوا راحب بي موجت تديني رفض دلوقتي قال لي محدش بيش تعمل سبها اليومين قلت له لا دلوقتي حضرت أقول لي أه أو لا عشان دلوقتي هتعمل معاك العاد وأديك الفلوس ونصور بعد أسبوع وكان ده قل أراها قال لي حلوة وكده وبتاع وصورناها فعلا وطلعت زي ما انت شايفها كده يعني هي ببوبناية بس ليها مضمون وليها فكر وفيها رمز فيها رمز ان دي مصر هتسرق مننا الشقة بتاعته دي مصر وهتسرق يعني يا كل أعمال فنان محمد صبحي فيها رسالة ورمز هي هادفة هو ما كانش وافق عليها صبحي ما كانش وافق على البصرحية لو ما عجبتوش فهو وافق عليها وأنا أخرجتها مسرح وتلفزيون يعني الاتنين مع بعض وطبعا إذا أخرج التلفزيون للمسرح يختلف عن أخراج المسرح للمسرح بس مخرج التلفزيون يعني يوصل الرسالة صح ويقدر يستخدم الكاميرات وهو بيصور وانت عارفة طبعا أحجام الكاميرات الكلوز والميديم واللونجو واللونجو طيب انت بتخرج بقى مصرحية إيه اللي ينفع كده وإيه اللي ينفع كده ومن ضمن الحاجات اللي صورتها برضو مدام سويلي المرشدي إزيس التوفيق الحكيم وكانت في المصح القومي رأسة سلوم الأخيرة كان تأليف الأستاذ محمد سلموي الله يمسيه الخير صورناها برضو وتلعب جميلة جدا لغة عربية وفي نفس الوقت سلومي بقى يعني قصة سلومي فالحقيقة مدام سولير يعني كنت أنا محصول صورتها ثلاث مصرحيات الفنانة صير قطلا جميلة وتمثيلها جميل طبعا وحنان بنتهى يعني من احنا بنحاول نتوصل معاها طيب باش مفيش مشكلة نتوصل احنا عايزين نعرف برضك إيه سفاته المهارات اللي المفروض تتوفر في الفنان يعني اللي الأدوات بتاعته المفروض تتوفر فيه ان هو يبقى فنان اهل يبقى فنان محترف بص إذا كنت تتكلمي عن الاخراج هقولك إذا كنت أعزى التمثيل هقولك التمثيل والاخراج الطريق شاقلي وطويل وعشان تعملي ليك اسمه أو تعملي ليك وضع يعني أنا عشان أخرج قاعت عشرين سنة مساعد مخرجة عشرين سنة يعني مزهقتش مزهقتش ما حاستش مثلا مورم مرات فقط الأمل انك ممكن توصل انك تبقى مخرجة لا 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 حاجة حلوة يعني إسراره العزيمة انك توصل لهدفك وحلمك بتعلم وانا قاعد ليه عشرين سنة بلعب عشرين سنة اللي ما يجيبش محمد الشال يشتغل معا ما يعرفش يسجل زمان كنا بنشتغل في اللابية دوليسويد ما فيش حاجة اسمه منتاج بنعمل بروفة بيضة كده بنغير إضاءة والمصورين بيعرفوا شطاتهم وبيعرفوا ايه الموضوع تاني يوم بقى بنعمل بروفة كاميرا مرة واتنين ونخش تسجيل بعد كده عشان لو غلطنا هنقيد بالأول ما كانش في حاجة اسمه منتاجش تماما ده في اللابية دوليسويد ما جات الألوان بقى وجي المنتاج ريحنا شوي بس في حاجة بقى اسمها إقاع إن المقرج لازم يزبط الإقاع بتاع العمل اللي هيعمله والإقاع ده بيزبط أساسا على السيناريو وعا الورق وعا الحوار وعا الشخصيات ويشوف ايه يعني إيه اللي ممكن يضغطه كاتب المؤلف ومش لازمش كل حاجة كاتب المؤلفة أنا لازم أنصورها أنا صور اللي أنا حاسس بيه اللي أنا مسك إقاع الحاجة زي فارخة وديك عندك موجودة على الإيتيوب مية فارخة وديك دي قصة أمين يوسف غراب كاتب كبير وفيها إسقاط ورمز على الحكومة ورمز على الدنيا ماشي أزاي والعمدة اللي بيلمي فراخ البلد ويبعثها لمراته في مصر هو مش بقصود العمدة هو مقصود الفساد الفساد اللي موجود في البلد بالضبط فالحقيقة يعني العمل من غير الرمز ما ينفعش تماما يعني فمن ناحية الإخراج المخرج يتحمل بسؤوليت ويتحمل إن المشاهد يعني يد في التلفزيون وهي سهل أولا في التلفزيون واسمع الراديو واسيبه واسيب المسلسل اللي كان بتبع عجب ليش لكن إمتى العمل يشد لو العمل بيكون يقول حاجة فيه مضمون وفيه فكر وفيه حوار وفيه شخصيات مرسومة وكده التأليف ده شيء كبير وموهبة من عند ربنا يعني بعد وسمع أنوار وكال شوحيت حامد وجلال الغزالي أنا عملت حاجة اسمها ليلة زواج أخر الأبناء لجلال الغزالي دي عملتها بالمحمد رضا اللي أرحمه وإحسن الله العود اثنين مواصلين طبعا كانت تجربة صعبة جدا إن أنا أقبلها وكلام ده كان سنة 85 لكن قبلتها تحدي ونزلت للستوديو وإزعت ثلاث مرات وكتبت عليها الأستاذة نوال البيالي أنا في كامل قواية العقلية ولم يصبني الملل لثانية واحدة وبسقف لمحمد الشيال وبسقف للمؤلف ليه؟ لأن موضوع وقيعي زوج وزوجة بيعملوا فرح آخر ولادهم والفرح خلص وبعد كده بقى فضي عليهم البيت هيتسلوا في إيه إذا متخنوا أبعط بس برده هرجع على سؤال اللي سألته شهيمات فضالي إحنا عايزين نعرف إيه الصعبات اللي بينك نواجهها الفنان في اللوكيشن الممثل يعني؟ الممثلة إنه يبقى فاهم دوره وجاي حافظ ومذاكر المشاهد اللي هيعملها وعارف هيقول إيه؟ ويتقنبص الشخصيات إنه هيكون حافظ أهم حاجة أنا هاعد أسجلها منه كلمة كلمة؟ لا طبعا أنا باشرحه المشاهد قدام ولا أنت هتقعد هنا وبعدين هتوقف كده وبعدين هتيجي كده وبعدين هتيجي كده نقطة خروج ونقطة دخول وكده وكده ساعتي مثلا نصور نص المشاهد تالي حلو ما أعدوش رح مكمل لأنه حلو أعيده ليه تاني بتشط على طول مرة واحدة مرة واحدة ده لو هيتاخد كله مش هنعمل سطوب جواه يبقى جميل جدا أما لو هنعمل سطوب بعد مثلا خدنا نصف صفحة بس عجباني ما عدهاش خلاص هكمل كامل بالمنتاج ويسمع آخر جملة ويخش على آخر جملة يكمل على طول يعني فالحقيقة يعني الدراما النهاردة اللي أنا شايفه ده شيء مؤسف للغاية اللي بزع الشاشة أولا دراما والسينما السينما دي موضوع لوحده لأن السينما يعني إيه كنا تاني بلد على العالم في السينما يعني يشرف شهين وبركات وحسين كمال والأستاذ كمال الشيخ يعني أنا بعتز بيه جدا يعني كمخرج قدم بقى شروق وغروب حد الحد يقدر يعمل فيلم شروق وغروب تاني زي ما عمل وقمال الشيخ لا كان معمول بدراءة جميلة مثل المخربون برضو أخرى كمال الشيخ وكده على ما نطلق الرصاص برضو يعني كان متخصص في الساسبينس من أول ما عمل المنزل رقم 13 لغاية ما عمل الأفلام اللي هو عملها كمال الشيخ عمل يجي خمسين فيلم ولا أكتر يعني فالحقيقة يعني وحسين كمال طبعا من أول أبي فوق الشجرة والمستحيل جميل فيلم أبي فوق الشجرة أنا بحبه وبعشقه كل ما يتغريد للمفرقة دي وغيره وغيره والمستحيل أول حاجة عباله مع نادية نطفي وصلاح منصور فيه كان أبيض ويسوي فالحقيقة حسين كمال حد يقدر ينسى شيء من الخوف جميل أو شيء من الخوف ده أول ما خلصوا حسين كمال وينزل اتمنع من العرض قالوا العصابة فيها إسقاط على عبد الناصر ومعرف أيها اللي جزي الفيلم جمال عبد الناصر قال أنا بحكم على العصابة هل أنا عطريس وأنا اللي كانت فؤادة هي مصر فعلا يعني الفيلم كان فيه رمزية صح فؤاد عصر فيه مشهد في الفيلم اللي هو بتاع الهويس وبيتفتح وشنية تفتاحه والمية غذائت الأرض البور لما اتعرض في الصين وقفوا الناس سقفت يجي ربع ساعة فضلت تسقف والماكنة بتاع العرض عدت الفيلم لأن منظر الأرض هي يعني عاملة خطوط والمية جري فيها الأرض يعتبر كأنها ارتوت شربت فابتدت المنظر بتاعها الجميل اللي هو فيه روح وحياة لكن قبل كده يعتبر كانت أرض جافة ما فيهاش روح ولا حياة نشفت الأرض من غير مية ما تنفعش إحنا عندنا مصر ربنا مدينا النيل وإن شاء الله هلحفظ عليه ونحرف على حصتنا في النيل من أسيوبيا وفي نفس الوقت إحنا ربنا مدينا حاجة اسمها المية الجوفية في الصحراء أنا عندي أرض في مرسة مطروح نزلت 20 متر في الأرض لقد رأيت المية موجودة فربنا سبحانه وتعالى المية هي شريان الحياة من غيرها ما نعيش هنا ممكن نعيش من غير أكل لا بداش نعيش من غير مية المية دي أساس فالحقيقة يعني طبعا حسين كبال ما يتنسيش يعني ويشو شاهين طبعا بأفلامه كلها واشتغلت معايا مدام هودا سلطان قامت معايا حاجة اسمها لاختيار المر كاتهية ومدام مكدا زاكي ربنا يديها الساحة وكاملة بورية كما الحقيقة يعني مدام هودا سلطان عظيمة وجليلة كلنا بتحبها طبعا ليش كلا معايا لا هي ما تتنسيش لأفلامها وهي كانت فنانة رئيئة يعني مثلا أنا أقول لحضرتك على وقعة الشغل معايا دي أنا بعتلها الاسكريبت صهرة كانت انتخص اسمها الاختيار المر فراحت لها صهرة البيت وكدا بروفة امتى قالونا الساعة خمسة رحت للبروفة الساعة خمسة وعشرة كنا بنعم بروفة في المركز الثقافي جنب شبرد فلايتها قاعدة وعملة كده قلت يا نهري السويد لو أنا بقى دلوقتي يعني ايه مدام هودا قالت لي يا أستاذ انت مديني معايا خمسة والوقت الساعة خمسة وربع ومسحت بيا الأرض بقى رد عليها والله ففتلت ما كانش حد موجود في البروفة لا انا بدل الانتاج ايه ولا البساعدين ولا اي حد جيت فحتى تسحب انا واجت من دهرها من ورا وروحت ايه حضنة جامل فقالت مين قلت لها محمد الشال ايه اول مرة تسمعها تشوفني قالت اهلال ازاك يا محمد وفتاع انا قريت الصارة جميلة جدا وش عارف قلت لها عنايا قلت لها خلاص اعجباني واشتغل معك واشتغلنا مع بعض اعلم مع حضرتك محتاج حلقات طويلة جدا بس الهزف نورتنا يا أستاذ محمد نورتنا جدا النهاردة شرفت برنامج دورتين وراجل وكده نصنى نهاية حلقتنا النهاردة يارب ما يكونوا ذهقتوا مننا ويكون حلقة خفيفة وانفودة على قلبكم هنستنظر رسائلكم على صفحة البرنامج دمتم في صحة وخير وسعادة كنتم مع دورتين وراجل باي